مشاهدين الكرام أهلا بكم في النشرة الجوية نقدمها لكم من قناة النهار ونستهلها بصورة القمر الاصطناعي التي توضح لنا جوى صافية عموما على أغلب المناطق الشمالية والجنوبية نصل المشاهدين إلى تفاصيل الوضعية الجوية اليوم الأحد بداية بالصباحة نتوقع سماء من صافية إلى مغشاة جزئيا مع احتمال سقوط بعض الأمطار على كل السواحل الوطنية حتى المناطق الداخلية للوطن سماء مشمسة إلى قليلة الصحوب نوعا ما بشمال الصحراء حتى شمال السورة والجنوب الغربي لكن يبقى التقس مشمس صافي ومستقر على باقي المناطق الصحروية مع تطاير الرمال بالصحراء الوسطى وحركة رياح تكون ضعيفة إلى معتدل نسبيا درجة الحرارة الدنيا لصابحة الأحد ستصل بحول الليلة حوالي 12 درجة بوهران حتى الجزائر العاصمة 13 درجة بعنابار 14 درجة بمنطقة الأغوات 8 درجة ببتنا 10 درجة بالبيت 18 درجة ببرشار 21 درجة بغرديا 17 درجة بورغلا 16 درجة بالوادي 24 درجة بعين سالح 22 درجة بأدرار 21 درجة بتندوف 18 درجة بثمان راست وعشرين درجة بمنطقة إليزي في ظاهرة الأحد نتوقع أجواء مشمسة إلى قليلة السحب على كل السواحل الوطنية حتى المناطق الداخلية للوطن وصولا لشمال الصحراء والصورة حتى الجنوب الغربي تكون رادية أحيانا بشمال الصحراء لكن يبقى التقس مشمس صافي ومستقل على باقي المناطق الصحروية مع زوابع رملية تنشط بالجنوب الشرقي وحركة رياح تكون ضعيفة نسبيا درجات الحرارة القصوى لظاهرة الأحد بحول الله ستسل 25 درجة بوهران 19 درجة بالجزائر العاصمة 20 درجة بعنبا 22 درجة ببتنى حتى البيض 27 درجة بالأغواط 32 درجة بالوادي 30 درجة بغردية 33 درجة ببرشار وورقلا 39 درجة بعين صالح وأدرار 38 درجة بتندوف 35 درجة بطمان راست و36 درجة بمنطقة إليزي وعن الوضعية الجوبية المتوقعة لليلة لاحد إلى الاثنين نرتقب أجواء مغشات جزئيا على كل السواحل الوطنية احتمال تساقط بعض الأمطار الرعدية بالمناطق الداخلية شرقية يبقى الصفاء يميز باقي المناطق الداخلية أجواء مغشات أقول جزئيا على أغلب المناطق الجنوبية لكن يبقى الصفاء يميز شمال الصحراء والواحات حتى الجنوب الشرقي وحركة رياح تكون معتدل نسبيا درجات الحرارة الليلية بحول الله ستصل إلى 12 درجة على كل المناطق الساحلية للوطن 8 درجات ببتنا 7 درجات بالبيض 11 درجة بالأغواط 17 درجة بغردية وورغلة 16 درجة بالوادي 18 درجة ببشار 20 درجة بتندوف 22 درجة بأدرار 21 درجة بعين صالح 20 درجة بطمان راست 18 درجة بإليزي نصل بكم إلى حالة البحر اليوم الأحد سيكون هادئ إلى قليل الإطراب على طول الشريط الساحلي نتيجة رياح شرقية إلى شمالية شرقية ستتراوح سرعتها من بين 20 إلى 30 كلمتر في الساعة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشرق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام هذه توقعاتنا لأحوال التقسي اليوم الأحد والله أعلم شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله